أذهب بهذا الأمر إلى برلين العاصمة الألمانية والسيد مصطفى عمار أو العمار ضيفي الكريم من هناك سيد مصطفى هل تتفق مع ضيفي من كييف في أوكرانيا بأن موسكو هي صاحبة المصلحة في هكذا هجوم أي أنها هي من قامت بهذا الهجوم لكي يكون لديها الحجة على الدخول إلى أوكرانيا أكثر فأكثر مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيوف الكرام جميعا طبعا أنا أتفق مع ضيفك الكريم من أوكرانيا وأنا قبل أيام زرت أوكرانيا وطلعت على الأوضاع هناك أوكرانيا والحكومة الأوكرانية حاولت ولا زالت تحاول بأن يكون هناك سلام بأن يكون هناك نهاية لهذه الحرب لكن الجانب الروسي لربما تماد أكثر وأكثر حتى أنه لو رجعنا إلى بعض تقريبا أكثر من أسبوعين كان هناك تصال هاتفي مع الصين وكان أيضا السيد زيلنسكي أنه منفته على جميع التفاوضات منفته على جميع الهدنات لكن للأسف أن روسيا تبحث هنا عن منفذ تبحث هنا على أن يكون هناك لديها مبرر بالمضي قدما في تحقيق مطامحها للأسف في أن تكون هذه الحرب فعلا حرب طويلة الأمد من المطلع على هذه الشؤون من الناحية الأمنية لو أخذنا بعض التكهنات ويجب علينا أن لا نتكهن لكن هناك بعض التكهنات هي مسموح لنا بالتكهن لأمور أمنية وليس هي أيضا مثل ما يقولون اتهام أطراف معين لكن جاءت هذه الأشياء عندما صرحت جنوب أفريقيا وطلبت من بوتين لا يأتي إلى جنوب أفريقيا لأنه سوف يتم القبض عليه هنا لربما أصبح بوتين في مأزق لأنه مطلوب دوليا فكيف يحاول أن يغير من هذا السيناريو كيف يحاول أن يعطي بروباقاندا لربما بأمور مبسطة حتى يتفاعل معه العالم أو يتفاعل معه الشارع أو بعض الدول بأنه فعلا أنه مظلوم وأنه حاولوا قتله والغرب يريد قتله والغرب يريد تدمير بوتين ويريد تدمير روسيا وإلى آخره هذه كلها عبارة عن بروباقاندا مثل ما تم أيضا أطلاق هذه البرباقاندا على نورد ستريم 2 واحد الذي تم تفجيره أو تم هناك سبوتاجة تخريبه واتهمت روسيا به أوكرانيا وبعض الدول أو الواتف الداخل الأمريكية لكن أيضا الأدلة الجنائية قالت أن هناك صورة التخطت إلى قوارب روسية من قبل الدنماركيين أعتقد الآن نحن نعيش في ليس فقط كحرب كلاسيكية ونما هي حرب معلومات هناك بروباقاندا جدا قوية تستعملها روسيا في هذه الحرب أنا زرت أوكرانيا وكنت هناك على أرض الواقع اعتقيت مع الناس اعتقيت مع الشعب الأوكرانيين لم يتمنوا هذه الحرب روسيا هي من اختارت هذه الحرب وحتى قالوا نحن كنا نتكلم حتى في بيوتنا باللغة الروسية لكن لم نكن نتوقع بأن روسيا كانت فيهما ما سوف تهجم علينا اشتركوا في القناة